أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بديوفنا ونظمنا الكبار نظوم للتحليل والنقد الرياضي في مصر الأستاذ جمال الزهيل أهلا بك كبير كل سلام طيب منسبة الدوري منسبة الدوري نتكلم كتير من موضع الدوري وحكاس وكل حاجة أستاذك أستاذ محمود أستاذ محمود طبيعا أستاذك أستاذ محمود بركي كله تمام الحمد لله أيضا نقدنا الرياضي الكبير الأستاذ سامي عبد الفتاح كله تمام الحمد لله طيب الحمد لله أعضبك النهاردة إيه النهاردة الاتنين لا مش الاتنين النهاردة إيه اللي تشيرت العصفر والأحمر عشان يبقى كل الأمواج وكل الأمواج كل حاجة زكا أستاذ عصاب زكا تشرف نوع شيك دايما طول عمرك لك أنت أبو الزو وإحنا في مكاني يليق عليه كل حاجة تحترم المشاهد وتحترم الرأي العام المصري بمناسبة الاحترام خليني حبدأ مع حضراتكم لأننا قلت النهاردة ستبقى آخر حلقة سنتكلم فيها في موضوع انتخابات النادي الأهلي وأنا الحقيقة دايما اللي بيلفت نظر في مثل هذه الأمور يا أستاذ جمال اللي احنا بنشوفه من مبادئ النادي الأهلي اللي بتطبق من 1907 وحتى الآن بنشوفه حي على شاشة قناة النادي الأهلي بمعنى أنت لما تجد كل المتنافسين إن شاء الله يبقوا موجودين على شاشة قناة النادي الأهلي أعتقد أن هذا شيء يحسب للنادي الأهلي طبعا لأنه في النهاردة يعني أنا طبعا أريدت وعرفت طبعا القرار اللي أنت واخدينه في القناة بحيث أنه يبقى القناة في فترة الانتخابات بتدي كل المرشحين الحق في أنهم يستعرضوا برامجهم ويقولوا أفكارهم والحقيقة أنه التجارب السابقة كلها من زمان حتى اللي لا يوفق في انتخابات النادي الأهلي بيخرج صامتا لا يتحدث في شيء ويتمنى كل التوفيق للمجموعة اللي بتنجح وزي ما بيقولوا الهدف في النهاية هو خدمة كيان النادي الأهلي وده برضو أحد أسرار وأسباب النجاح طول عمر هذا النادي أنه هو نادي يعني ما فيهوش أغراض شخصية يعني هو كل اللي بيقول أنا بقدم نفسي للترشيح يعني الناس كلها كانت مستغربة الأيام الأولى بعد فتح باب الترشيح أني محدش قدم تلت تلت يام مثلا من سبعة أيام اللي كان فيهم فتح باب الترشيح لليوم الرابع يعني لليوم الرابع ما كانش حد مستعجل ولا عايز يقدم وانا سمعت الحقيقة على ألسنة كلام على ألسنة بعض اللي كان لهم تجارب انتخابية قبل كده أن هم قالوا نصا أنه هم شايفين أن مجلس الإدارة يقوم بالعمل زي كما لو هم موجودين يعني يعني ما عندهمش ملاحظات شديدة على أن هم تخليهم يقولوا لا إحنا ننزل عشان عندنا برامج مختلفة ده معناه أنه البرنامج الأساسي لكل مرشاح النادي الأهلي هو كيان النادي الأهلي للعشرين مرشح الحقيقة ولذلك شيء جميل جدا أن أنتم أعلنتوا من اللحظة الأولى أنه قناة الأهلي ستكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين طبعا ولولا احترام الحقيقة إدارة الأهلي في كل شيء إدارة الأهلي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى أستاذ محمود بمعنى أن النادي الأهلي تعود على كده من 1907 فلولا هذا الاحترام ولولا هذه المبادئ اللي النادي الأهلي بيربي ولاده عليها وكل الأجيال المختلفة ما كان يحدث ده على الشاشة أولا أنا بالنسبة لي مفاجأة كانت أنه قناة الأهلي يعني منصات الأهلي الإعلامية تدخل في الانتخابات يعني دايما على مدار كل اللي نحن شفناه كان دايما الإعلام الرسم في النادي هذه بيكون دايما يعني ما لديش علاقة بالانتخابات خالص ببعيد عن المشهد يعني بصورة كبيرة واضحة حرصا على مبدأ الحيادية وأنه الإعلام الرسم ما قلوه وشالله دي خطوة كانت مفاجأة الناس كتير منهم أنا كمتابع وشايف أنه الانتخابات في الأهلي هي سر من أسرار النادي الأهلي دايما الأبناء ببعيد وحرصين على أنه طالما ليس لهم مصلحة شخصية بطبع مصلحة النادي الأهلي عندما تنتهي الانتخابات خلاص كأنه اللحظات حصل فيها مثلا حماس قوة كل واحد يدافع عن أفكار وعن رؤى لكن ما فيش خروج عن النص وحتى لو حدث بيحدث شيء بسيط جدا بيتم احتواءه بسرعة لكن على مدار المشاهد ما فيش المشاهد اللي ممكن تعكر الصفو داخل النادي لأنه هناك جمعية عمومية وعية جدا جمعية عمومية تقدر جمعية عمومية ما تنساش المواقف اللي حصلت من أي الأشخاص أصحاب الحيثية حتى على مدار الانتخابات بيبقى لها دايما مراجعة وتسكيل بالمواقف دي وبهر الدفاع الحجام اللي حصل يمكن كان رسالة من وجهة نظري على نجاح المجلس الحالي في أداء نحن نتكلم بشكل عام أفضل يعني نحن نأخذنا هذا الطريق وكننا نتكلم بشكل عام الأداء كده ولكن المجال متاح والأهلي بيرحب بكل أبنائه وأي حد عنده فكر وعنده رؤية بيطرحه خطوة مهمة جدا هتوباء خطوة صباقة هو دايما الأهلي بقدم بشكل حاجات مميزة جدا هتكون لها أكيد رد فاعل قدام كل واحدة يطلع يقول برنامجه كل واحدة يتكلم عن اللي شايفه فأعتقد إن شاء الله هتوباء شيء مميز أتمنى إن شاء الله التوفير للجميع يا رب إن شاء الله أستاذ سامي مفاجأة زي ما قال الأستاذ محمود صبري ولكن الحياد له معنى يين معنى إما أن تبتعد تماما عن المشهد أو تعمل كل حاجة وهو ده الحياد أن أنت تعمل كل حاجة إما زي ما الأستاذ محمود قال تبتعد عن المشهد بشكل كامل يعني هو طبعا أنا متابع انتخابات النادي الأهلي من أكثر من 30 سنة دايما يعني اللي شايفه لنهاردة تطور الزمن يعني دخول قناة الأهلي يعني كان فيه وسيلة موجودة زمان وكانت برضه في كمة الحياد الندوات الداخلية داخل المقر الواحد اللي هو مقر الجزيرة ما كان مقر الجزيرة فقط لغير فكان كل أدو رئيس أو نائب رئيس أو عدو عادي من حقه يتحدث إلى الأعضاء بحرية تامة يعرض برامجه ويعرض أفكاره بحب اللي نادي الأهله بحب جماهيره والأعضاء ده نقطة مهمة جدا هو عارف هو يتكلم عمين يعني العدو اللي بمرشح أو مرشح اللي بيتكلم هو عارف بيتكلم عمين فلازم يكون يعني بيقدم شيء يحترم دماغ المتلقي نعم فطبعا التطور الزمن دخل قناة الأهلية وهي قناة يعني لها تأثير كبير جدا فطبعا مبادرة قيمة من قائمين عليها ومن قدرت أن هذه الأهلية بالضبط هناك اتفاق في كل شيء يكون هناك التواجد لجميع المرشحين العشرين وانا زي ما قال لسلم حمود هي النتيجة قالت نفسها من الأول فطبعا فيه احترام المتبادر من الجميع وتقدير عضاء المجلس الحالي أنا طبعا دي نقطة بحط تحتها جهاز خط يعني ما شفتش في تاريخ المدى البعيد اللي أنا بغطي فيه النادي الآلي يكون مثل هذا العدد محدود شوية من المرشحين ده تقديرا لهذا المجلس دي يعني مش مؤسرة يعني مش رسالة الحدي في النهاية خدمة أعضاء الجمعية العمومية هي المهمة بالضبط يعني دي الناس يعني أغلب المرشحين أولي كان عايزين رشح نفسه شايفين الصورة شكلائية فبالتالي يعني فيه تقدير عضاء المجلس الحالي تماني يعني وانا تمنى ان احنا نشوف يعني نخبة مويل يعني في الدورة الجاية ان شاء الله ونبقى ان نثني على ما اغضمت عليه القناة الاهلي تتيح المساحة الزمنية والتعريب بكل مرشح خلال الفترة الجاية ان شاء الله وده شيء يحسب لكل ما هو منصوب للأهلي بالضبط كده يعني محدش بيشتغل لوحده كله بيشتغل في تجمع كامل أعتقد أستاذ عصام ان شيء محترم اللي بيحصل داخل النادي الأهلي ولأسم النادي الأهلي ده أكيد لأن الإجابة هي الأهلي يعني لما تسأل أجيال وراء أجيال هتلاقي أنه دايما كان التوقيع خلف يعني سطارة التسويت الإجابة الأهلي كان دايما على مدار عقود كاملة راقبنا فيها وراقب من سبقونا ونقلولنا أنه دايما الناس حتى وهي بتختار أو بتساعد بعضها البعض يا كابتن إسلام والحمد لله موجود يعني صفوة من الزملاء الكبار الأعزاء اللي بيحترمهم طبعا لأنهم دائمي الرصد العادل يعني زي ما قال السيد محمود وإحنا يمكن جايين لحضرتك في الطرقة كده أنه للمهنة قواعد وعصول أيضا للأهلي قواعد وضوابط لم يتخلى عنها يوم أي جيل جاء للنادي الأهلي إدارة النادي التنفيذية إدارة القناة منذ وجدت قبلها إعلام الأهلي في المجلة حتى بعض الزملاء من يعني حامل حب الأهلي وهم يعملوا في العام لم يجرؤ أحد منهم على مدار سنوات طويلة أن يوظف قلمه في مساحات في الرصد العام برائد طبعا كان الأول مفيش غراء أو برامج إزاعية وربما تلفزيونية لم يجرؤ أحد للإفساح عن تقديره حتى لصالح الأعمال ودي تبقى يعني ضوابط أهلوية بتقول دايما أنه أنت بتختار أو حد بيختار معاك أو أحد أفراد الجماعية العمومية أو أسرة من الجماعية العمومية لم تحظى بتواجد دائم لسفر لبعد ما أنا عايزة إيس على الشريحة دي ومحدش بيقوله غير اختار للنادي الأهلي فالنهار دا اللي احنا بنشوفه مش جديد ما نقدم نفسه في دورة سابقة القرار دا بالنسبة له ما هواش قرار غريب لا دا قرار هو عارف أنه ويطلع من المجلة لأن هناك حرية إدارة هذا هو النادي الأهلي بكل قطاعات ولا تقدر تسمي لأنك هتبضل في الآخر ممتن الفكرة عظيمة اسمها أن هناك نادي يعني لعبته الشعبية العظيمة الكبيرة اللي العالم كله بيحبها فيها 80-90% طبعا على تماس معرضات أخرى اسمها مبادئ التتش مثلا ناخد هذا المعيان رحمة الله على هذا العظيم اللازل لما يضبط يوم مسؤول فتخيل أن جيل وراء جيل وكابر عن كابر دايما الإجابة بالنسبة له بالنادي الأهلي لدرجة أن السناء في غير محله الحقيقة يعني على المجلة أو على أي قطاع كمل فكرة الحياد وفكرة أن الكل أبناء نفس الأسرة حد يقدر يفرق بين أولاده ما اعتقدش فهتبقى الإجابة دايما الأهل هتختار وهاختار هيوافق وآخر يرفض لمصلحة الكياد تمام كان مهم جدا أننا نعرف رأي نقاط رياضين في هذا الأمر لأنه الحقيقة قد إيه منتهى السعادة ومنتهى الفخر أن أنت تشوف هذه الأمور على شاشتك على شاشة قناة النادي الأهلي كل المتنافسين إن شاء الله ودي آخر كلمة حقولها في هذا الأمر كل المتنافسين حيبقوا متواجدين إن شاء الله أو ستوجه لهم الدعوة بالتواجد على شاشة قناة النادي الأهلي العشرين مرشح إن شاء الله يكونوا موجودين على شاشة قناة النادي الأهلي كل واحد يتحدث بما يريده فيما يخص الجمعية العمومية ومستقبل النادي الأهلي من وجهة نظره. وفي النهاية تبقى كلمة الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي الأساس في كل شيء. عايزة نروح بقى للدوري. الحقيقة الدوري بدأ أستاذ جمال بشكل مختلف. بأسلوب مختلف وبنقل تلفزيوني مختلف. يمكن هي الحاجة الوحيدة اللي احنا. يعني ها ما بين أو ما بين لقى موضوع الحكام شوية. ولكن بشكل عام التحكيم ماشي ندي له 50-50. لسه في كلام في هذا الأمر. ولكن بشكل عام أعتقد أن الدوري بدأ بشكل جيد جدا. سواء الآن دي بنشوف أهدف كتيرة. بنشوف نقل تلفزيوني جيد. بنشوف أفكار في الملعب. أفكار فنية جوى الملعب مختلفة. طبعا وفيه كمان حاجة برضو مهمة جدا يا كابتن إسلام. أنه فيه نزعة هجومية حتى عنده كل الفرق. يعني من خلال الجولة الأولى والجولة الثانية. اللي هم الأسبوعين الأول والثاني. تبقى بتتفرج الآن. يعني لو أنت بتشجع فريقك. تبقى الآن عليه طول المباراة. لأن المنافس عاوز يثبت من بداية المسابقة. أنه هو مش جاي كمالة عدد. يعني ده هو جاي. واضح جدا أنه الفرق كلها صرفت. وجابت لعيبة. وعملت إعداد كويس. وخاصة الفرق الصعدة من دوري القسم الثاني. وأيضا الفرق اللي بقيت فيه الدوري. يعني عندك البنك الأهلي. والأندية اللي فضلت موجودة. بقى عندك ستة أندية. عندهم رغبة متزايدة. مش أنه هو بس يكون مجرد موجود ديكور. لا. يعني كل المتشاط بنشوفها. متشاط قوية جدا. كل المتشاط. ما فيش متشاط انتهت بالتعادل السلبي. يمكن غير النهاردة. نهاردة سموحها والمصري. سموحها والمصري. وكان فيه هدف وألغي. وألغي. كمان يعني أصد أنه فيه محاولات دايما على المرمى. يعني فيه استعداد قوي. ولذلك هذا الإحساس بالنزعة الهجومية عند كل الفرق. مخلي الأهلي والزمالك والأندية الراغبة في المنافسة على أعصابها. يعني أنا بلاحظ أنه كل النهاردة مش مدي فرصة أنه هو مثلا يقول لك لسه قدامي أربعة وثلاثين مباراة. لا ده هو عايز من النهاردة. كل حاجة تبقى خلصون. كل حاجة تقول. آه عاوز يخلص. عاوز ما يقعش فيه الموقف بتاع كل سنة. اللي هو في الدور التاني. وإزاي يقرب من الهبوط والكلام ده أو المناصب الشرفية يعني. فالحقيقة أنه بداية أعتقد أنها بداية قوية جدا. ربطة الأندية برضو عاملة شغل. نرجو أن لسه أنا دايما نقولها نرجو أن يكتمل. لأنه حتى الآن يا كابتن إسلام ما فيش اختبارات. يعني النواية كويسة جدا. ربطة الأندية عاملة شغل كويس قوي. الاختبارات لم تبدأ بعد. الاختبارات أم تبقى؟ لما يبقى فيه احتجاجات. فيه مشاكل. فيه كذا فيه كذا. لابد أن يكون لهذه الرابطة. وجود منتخبة من الأندية. ولكن منتخبة وعندها تفويض بالإدارة. هذا التفويض بالإدارة يجب أنه يعني يستعمل شكل جيد. شكل جيد. ولكن أسيس بحمود برضو موضوع الجمهور بيعتبر اختبار واختبار مهم. موضوع نقل التلفزيوني اختبار واختبار مهم. موضوع بعض القواعد اللي بيتم وضعها وبيتم تطبيقها. واللوائح الوضع. أعتقد أن ده اختبار مهم للربطة. ونجحة فيه حتى الآن. حتى الآن. نعم طبعا أنك تسمع الصوت في المدرجات اللي هي الناس نسيته. وده حد ذاته. ده حياة فعلا. لا لا ده حلم. حلم أنك أنت تترجع تبقى فيه حتى لو كان ألف ولا ألفين. بس هو يعني أتمنى أنه من الرابطة يعني نظرة كده قدام يعني زود. يعني إيه بعد مثلا فيه توقف جاي مثلا بعد القمة. يبقى فيه المنتخب عندك بتاع فكر بقى في المسألة الجاية. أنك أنت تترجع الجمهور زي ما أنت شايف من دباط دلوقتي. زود ود سيقة برضو. زي ما عليك بتقول أعتقد. ده اللي احنا كنا سمعينه. خلاص ما أنت دلوقتي عندك أنت القانون اللي يحمي الكلام ده كابت الإسلام. أنت عندك دائحة العقوبات واضحة. أنت عندك وعندك مفروض أمن يبقى موجود يعني مش مت ألف فيها كابت الإسلام. كابت الإسلام أنت دلوقتي في ملاعب استرعتها بسبب أن عندها المواصفات الشروط اللي قلنا عليها بلكده بتاعت الإجراءات التامنية بتاعت الملاعب قالت عنها النياب. أنت هنا عندك يبقى لازم يبقى عندك الفكرة أنه كل ملاعب عنده الأمن بتاعه. الأمن بتاعه ده يبقى موجود وسط المدرجات يعرف أي مصدر للخروج عن النص يعرف حاسب. وحاسب إن أنا إيه إن أنا مش هحبسه لأ أنا أمنع من الدخول خلاص أنت مش معنا ودايما في ملاعب قلنا يا جماعة جنوب أفريقيا دورة كبيرة جدا إحنا يعني لما كنا في نهاية ألفين واثنين مع النادي الأهلي أمام سانداونز بعد 14 سنة. وإحنا دخلين الملعب لدينا صور ناس كتير متعلقة على البقوابات ومكتوب عليها ثلاثة شهور ستة شهور صحيح فبنسأل إيه جماعة لكي أحدكم دولة مشاغبين ممنوعين من الدخولي. أنت بتعرف الناس أنك أنت إيه الناس ديك بتعقبها بالصورة دي لكن إيه هو الدوري الدوري فيه ثلاثة مدربين سوبر أفريقيا اللي هو موسيماني وبتلسكرتنون ومعين الشعبين. ثلاثة دولة أخاذ وعاشر مطولات دورة أبتل أفريقيا دولة برضو الناس كلها تشوف إيه الجديد اللي هقدموه بالإضافة للمدربين المحليين الخمستاشر للشباب اللي أنت شايفه. وفيهم عاملين شغل جواز. أنا أقول لك لا فيه لا فيه لا فيه روح فيه فيه قوة فيه أداء هتبقى النهاردة أنا آسف النهاردة مباراة حتى المحلة وثلاثة اثنين المباراة بكابتن علاء نوح وكابتن محمد عودة عاملين مباراة حزن فيها كفاح. تعتقد تتفرج فيها كفاح مباراة 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 جامدة يعني مباراة سراميكا عمل مباراة مع الإسماعيلي والإسماعيلي بقى أمانة في الماتش ضيع فرص كتير جدا لكن عارف يخلص الماتش اللي صاره. لكن عاوز أقول لك إيه إنه فيه شيء كويس جدا هذا الشيء اللي أنت شايفه طالع فنيا تحافظ علي بإيه محتاج بقى التحكيم بقى أيوة محتاج بقى الخطر دلوقت يا جماعة واخدرت الأمر اللي قاعد وراه اللي قاعد في الغرفة المغلقة دي. هو أخطر من الحكام أصبح. أصبح يدير الأمر بصورة وأصبح إنه الحكام بدأ يعتمد في قراره على الصادر من غرفة إيه؟. ها الفار يعني عامل إيه؟ دلوقتي الحكام على ما يبدو رغم إنه البروتوكول بيدي الحكام القرار. وعاوز أقول للناس تبص كده بص كده على الحكام مثلا زي مصطفى غربال وزي الحكام اللي في المغرب وتشوف حتى ما بيدولوا المبارات الكبرى بيلجأوا بيلجأوا للفارقة مرة في المبارات. شوف بيسمع قد إيه في ودانه ممكن ما بيردش. شوف بيبقى عنده الشخصية والقوة في اتخاذ القرار مش منتظر حد يساعده. لو أنت كحاكة منتظر تكون بحد يقدم لك مساعدة إذا هو ما ندركش وقال لك في مشكلة ما ترحلوهش. يعني عاوز أقول لك إيه إذا قعدنا معتمدين زي لقطة وتوقف فيها الماتش حوالي دي تين أو تلت دقايق في بره بتاخد ما فيش بتاخدش نص دقيقة وبتاخد فيها للقرار لأن المسألة مش محتاجة إيه كل شوية توقف كل شوية توقف كل شوية تعيد عشان لقطة. مثلا في ماتش السراميكا والإسماعيل مبارح المباراة وفي تلات أربع مرات على لعبات ما يعني إيه ما تستوكبش من الحاجة إلا إذا كان حد يكلمه فدانه. فأنا عاوز أقول لك إيه مع الشيء الجميل ده أنت كربط بطالب ربطة الأندية ومع كامل احترامي كابتكا صبعا فتاح أنه أنا مش عايزك تطلع تقول لي اللعبة فيها خمسين خمسين ولا ستين ستين ولا سبعين سبعين ولا ثمانين ثمانين. أنا عاوزك تقيم تحكيمك من غير الناس. أنا عاوزك تحاسب الحكم في الخطأ اللي ارتكب وليس من حق أنك أنت تعلنه عشان ما تقللش من هبت الحكم. لكن أنا عاوزك تحاسب للناس اللي جوه يعني اللي جوه دول قاعدين من أحاسبهم؟ هتحاسبه منت الفار. لا الفار يعني ما أنا عاوزك تحاسب الفار دولة اللي تم اختيارهم. ما دولاتك فيه كلام يعني لا نملك نحن نتهم حد بس عاوزك تقول ليه. الضمير كورة القادمة المصرية محتاجة للضمير عشان تطلع. لو ما كانش فيه ضمير وفيه مراعاة بأمانة شديدة. أنا كنت مسؤول واتضيع مجهود ناس ومجهود أندية صرفة فلوس قد كده في قرار في تصرف في تجاهل في عملنا كنت بتعيش في الشخصية على الضعيف أو في فرقة بتخاف منها وتعملها حساب. تلقى القرار يجري وتلقى وفيه فرقة تانية يعمل نفسه بشوقة باله ومجهود. فده مع كل الشغل اللي انت شايفه ده. الدوري محتاج التحكيم محتاج يتزبط. محتاج يتزبط ايه؟ الاختيار الحكام الدوليين في المباراة المهمة جدا. لازم حكام الدوليين المعرفين في اختيار الفار برضو. كل ناس الخبرات هي تبقى موجودة. يبقى فيه محاسبة. يبقى فيه متابعة. يبقى فيه تصحيح الأخطاء. الخطأ يا جماعة هي الحياة مليلة بالأخطاء. ما انت الأخطاء انت بتعلم منها. لكن تكرارها بصورة بنفسه. بشو قد يعملك مشكلة. ويحبتك تحت ضغط كده. المشهد الجميل. الملاعب رائعة. التصوير جيد. نتمنى ان التحكيم يكون على مستوى الحدث اللي احنا شايف. وخلينا برضو ما نكونش يعني محباطين قوي من موضوع التحكيم. لكن بنسبة. أنا بتكلمش عن مباراة الأهل. بنسبة أفضل يعني. يعني السنة اللي فاتنه. طبعا التحكيم. هرجعلك فيها. رسال الله ما خلينا دي هي نفس الحكاية طبعا. لما يعني يأتي وقت أتحدث. لكن الحياة كتير أول اللي بيحصل يعني. تمام. يعني هو التحكيم عنصر مهم جدا. في منظومة كورت القدم. طبعا. يعني بدون تحكيم. في حقوق بتهدر. يعني هو التحكيم مش دقيق. بس أنا طبعا احنا كنا نقشنا في حلقة قبل كده. بنت مقدينه من اللايحة الدولية. ان الحكم اللي يعترب. اللي يعترب دي. اللي بيعترب بخطأ. هذا لا يمكن يحصل. لا يمكن يحصل. بس أنا رصدت في الأيام اللي في التصريح من كابتل عصام عفتاح. بيقول إن هدف الزمالك الصحيح الأول في الدوري. من ضرب الجزاء غير صحيح. وهل خمسين خمسين. وهل خمسين خمسين. وهل خمسين خمسين. طب يعني زكال رئيس رجل الحكام بيقول كده. طب هل يعني يعني يبقى إحنا كده. عملنا إدانة مبكرة جدا للتحكيم. لازم يعني نستيقظ جدا منها. ونكون برضو يعني وقعيين أكثر في يعني التحكيم. فعلا مفيد بيحيزه ده ولا لا. يعني إذا كان رئيس لجل حكام نفسه بيعترب بخطأ. يعني في ماتش مهم جدا وبداية دوري. طب فين البند ده هل هتعيد المباراة. ولا بش هتعيد المباراة. ولا ننسى البند ده بأصله. مش هو الحك. مش هو الحك. رئيس اللاجر. طبعا يعني ده برضو يعني نقطة. وبيعترف ودي. لا بفيش أطراف ودي. على الحك. مش موجودة في النصر. طبعا يبقى أنه يعني موسم ساخن جدا. معدل أنا عاجبني جدا. معدل التهديف اللي فيه عالي جدا. فيه جرأة من كل الفرق. النهاردة احنا قدامنا كينات قروية. ذات طبيعة اكتصادية عالية جدا. فعندها امكانيات. رغم البدايات بتاعتها. يعني لسه ببداية مشورة. فطبعا اللي أنا شايفه. إحنا نستمتع بالموسم ده. بس يبقى برضو عنصر التحكيم. هو يعني اللي بيخلي. الفايصل في النجاح. الطيارات. الفايصل في النجاح. طيار كرواء مظبوط. ولا هيعبد لك مصيبة. ولا هيعبد لك مشكلة. مع الجمهور الجميل. اللي لازم يزيد تدريجيا. خصوصا بعد جولة منتخابنا الأفريقية. على الالتزام ده إن شاء الله. أعتقد. 30 ألف. 30 ألف. 30 ألف. وفع على 30 ألف. بس أنا رأيي أنها تتعامل بالراحة شوية. لأنها تجربة. لا طبعا أنا معاك. تجربة فلازم تتنظم. يعني فيه إجراءات احترازية يجب أن يتم اتخذها. سماء. أستاذ عصاب. أسمع رأيك برضو في هذا. خلونا نقول نعملها بالراحة. بس بشكل عام. أنا بقول لحضرك خلونا نقول أول سيد جمال. عايزين نعمل ده بالراحة. عايزين نخلي بالنا. عايزين نلتمس إن التحكيم بقى. يعني هذا الكلام لا تستحقوا البلد العظيمة دي. ولا يستحقوا موسم كل النوايا فيه بالعمل الجد. كانت تذهب في اتجاه إنه يبع عندنا في الصناعة. الأمل قائم بنسبة أعلى من 90 في المية. لكل عمل ما لديه من واجب عملي على الأرض. ما عدا الناس دي. إما يكلموك عن تحكيم هو دولي. وبالمناسبة يعني. الحكم الدولي لا يهمك دوليته إلا حين يركب طائرة. لأنه أول ما بينزل البلد الآخر بيحط الشرى هنا. الدوري الإنجليزي لا يحكم مبارياته اللي هي يعني مع المتنافسين فوق. أو حتى عند معارك الهبوط الكروية يعني. من هم دوليين بالضرورة. خالص. هم حكام الدرجة الأولى. لكن موجودين في بلادهم. لأنهم محققين أعلى الأرقام. مش حكم بيتغير لأنه صائد في ورنر تيست. لولا النادي المنافس اكتشف طلاع الجيش. ما كان الحكم ليتغير. ليه؟ ليه؟ طيب انت بتحبه خليه ينجح. مش نجحه. أصلا نجحه تفرق عن إيه؟ خليه ينجح. خليه ينجح يعني هيجري زي زميل. يشتغل على نهفزه. لكن ما تسمعناش الكلام الغريب بتاع أصل واحد عضمه عريض. واكننا احنا بنقيس ملابس يعني. مش بقبل أرقام وكياسات وكذا. ليه الناس دي ما بتعملش الشغل اللي عليها؟ ليه الناس دي؟ يعني هل هم مثلا يا أخي الناس أهلين من ذوي الهمم بيقهروا ده. بيقهروا ده. وانتوا ناس ما شاء الله أخذتهم كل شيء من رب العباد وعلى الأرض. وبتشتغلوا شغلانة هي لعب. والحافز بيزيد. وتقدروا تزودوا أكتر لو نجحت الصناعة. بدل ما تلتمس عدد من المباريات عشان تكمل الألفات والكلام ده. هيبقى عرقك وشغلك وطبيعة أدائك. ده بالضبط زي الملاعب اللي استبعدت. بعد ما كانوا الإخوة بيقولوا لنا. لو لا هيئات عظيمة في مصر لديها ملاعب. والحمد لله أن هيئات وطنية. لن كشفنا أكثر بعد عشرين ملعب تقلصوا لست ملاعب معتمدة. فين بقى بقية الشغل؟ فين الكاميرات؟ ما أعلموا أن ملعب الشركة تستداد تحط له 159 كاميرا. بقى عنده 38 بوابة ألكترونية. دي ناس بتخطط إزاي تستثمر وإزاي تكسب. علشان حضور وانصراف وأمان اللي عايزه الأستاذ جمال. علشان نستبدل كلمة بالراحة شوية دي. بإجراءات صحة شوية ثلاثة. محترفة مئة بالمئة. وبالتالي كل واحد يعمل. إحنا مش طالبين من أي حد أي بوكي ورد. هو جاي. بالعكس. وانا بس كلمة بالراحة أنا بقولها. بناءا مش على رأي. أنا مقدر. بناء على تقدير رئيس رابطة الأندية. يا باشا. حتى الراجل النائب أحمد ديك. عشان ما أحصلش. هو بيقول إن هي تجربة. ما هو أنت النهاردة بعد الفترة. حتى النائب يا أستاذ جمالي. لا لا بعد الفترة. حتى النائب بيلتمس طريقه. وأكنه برضو راجل معزوم في فرح. ومش عاوزي بأوز الفرح. لا يا حبيبي. انت راجل رايح طالب النسب. يعني حضرتك هتبقى ليك حقوق وعليك واجبات. أنا ما أعرفش هو ليه سيب التحكيم. مع أن التحكيم من صميم اختصاص. الروابط في كل العالم. لا مشتبه حاليا. مئة بالمئة. ما ينفعش بقى. بص. يا مرة واحدة. يا مرة واحدة. يا مرة واحدة. ما لا يؤخذ كله. ما لا يؤخذ كله. الواقع يا جماعة. بس أكمل بس. يعني وجهة نظري. وحضراتكم تفضله. دي ما فيهاش ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. دي ما فيهاش خالص. أنا رايح ناسب يا إما أدفع المهر والشبكة وكذا. يا إما والله إحنا ما نمتعش مع بعضين يا جماعة. ومعليش شهر دي لك. وبالتالي. هو كلامك. صح ما فيهوش بقى نصين. بص يا كابتن. ده في المثالي. هل ممكن أطلع بس. لا مش في المثالي. مش في المثالي بس معلش. في الاحتراف اللي هم قالوا. إحنا محترفين. وإذا ما كانش هيبقى ليهم كمان هم بالذات. حاجة اسمها. ما معناه بدلات للبورد لما يجتمع. وحاجات أدفاندج ليهم مالي. ما إحنا مش عايزين من طواعين تاني الحقيقة. حقيقة بكلام محترم جدا. وحنكمل كلامنا في هذا الاتجاه وفي هذا الإطار. ولكن خلينا نطلع فاصل. وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع بعض. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين. عايز أقول لحضراتكم إن الكابتن طلعت يوسف. المدير الفني للنادي الإسماعيلي. أعلن استقلته على الهواء مباشرة هو دلوقتي في اللقاء مع كابتن سيف زاهر في أونو سبورت. وأعلن استقلته على الهواء مباشرة من الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي. زي ما قلت لحضراتكم ما هي في مشاكل بتحصل في كل الأندية. في كل الأندية مصري يعني. لكن ما بتصحاش الصبح غير أنت تلاقي إيه. غير الأهلي. في مشاكل في هتة غير الأهلي. غير الأهلي. درب مش عارف مين. ومسيباني تخلق مع مين. ومش عارف مين. وإنك حسنة الدورة. عملنا إيه؟ حسنة. حسنة الدورة. لا بس ده معروف من الإنبالح من التصريحات الأهلة. شاعش منت التصريحات كتواضحة إزاي؟ ونقاش ما بين صديقنا أحمد الخولي مع مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي. وتاني يوم الموضوع انتهى. اتقفل يعني. يا كابت انت قال غلط. نقلا عن الزميل أحمد الخولي. اللي قاله غير اللي الناس تنقلوه. الناس اللي عايزة تعمل الفورتينة. لأن الراجل قال له. انت مين اللي قالك. فيبدو أنه أحرج. وطبعا ما ينفعش. لكن يبدو أنه منحرج. وقال له. يعني عايز يقول له مصادر. فقال له إيه؟ ناس يعني مقربين. مقربين. يعني. طب انت واحد. اللي عايز ينشر بقى ينشر كده يا جماعة. مش يقول ده قال. ده قال كهرباء صحبي وقل. الناس مسكت في هذا الأمر. ما حدش تكلم مثلا عن. ان الكابتس عبد رحفز طلع. يا جماعة. ما فيش حاجة حصلت. والدنيا تمام. وإعادتنا وكهرباء. وكذا. هذه مش مطلوبة. الاستقرار لا. لكن علشان. قالها إزاي بقى. عادت واسمعت العيبي هو. ومستر موسيماني هيسمعه. فبران اللي هو كان النهاردة. اللي قالها قالك إيه؟ تحويل الكهرباء إلى التحقيق. الناس هيفجوا الرئيسية اللي في البلد يعني. يعني. برضو حاجات غريبة جدا. عاوز أقولك على حاجة الحوار. بأمانة شديدة. أنا ما كنتش حابد. مستر موسيماني يدخل في الحوار ده أصلا. يعني المفروض. طول عمر المدربين. أنا جانب. وحتى المدربين الماصنين. ما بيدخلش في الحوار ويبسعه. انت وسعته في دايلته ليه؟ يعني انت هو حتى لو هو التاني طبعا نرتبك أحمد. أي واحد فينا ممكن يتعرض الموقف ده على فكرة. يعني ممكن أقول لك مصدرك ليه؟ فأنت أقول لأ دا واحد كان صاحب الأستاذ جمال الزهيري. مين هو صاحب جمال الزهير؟ وكدت لأب خلاص طيب ماشي. أشوف أنا كده القضاء بتاعتي مختارة. قال حاجة محمود. قال مال موسيماني. قال أصلا فعلا. قلت كده الكهرباء. طيب ماشي. الكهرباء وغير كهرباء. يعني دا طبيعي. يجرب يتكلم معه. وشجعه وبتاعه يحمسه. يقول لك. طيب خطيرهم يعني. دا سوى كلمة انت من اللي قالك دي. يعني. أنا مش بتكلم على الأمر دا تحديدا. يعني أنا ما عنديش مشكلة ان دا يحصل. أو ما يحصلش. كل واحد ولو وجهة نظر وكل حاجة. لكن أنا بتكلم عن. ما هو يا جماعة في مشاكل في مصد. في مشاكل في سبعتاشر نادي تاني. يعني أنا قلت. هل حد تكلم مسلا عن مشكلة. دي بيب عليها طعم. وبتعمل. ما هو ماشي يا أستاذ جبعيل. بس ما هو مش كده. هو سلبي سلبي سلبي. وما بتكلمش غير سلبي بس على نادي الأهلي. وش معنى اليومين دور. أنا هدغب عليك ازاي طيب. أيوة هو دا. هدغب عليك ازاي. ما هو ماشي يا أستاذ. أنا هدغب عليك ازاي دلوقتي قبل ما تشي قمة. يا سوز بعبودي تكون أنا مثلا من قناتنا دي. ما عنديش مشكلة إن هو بيعمل كده. لأنه دا طبيعي. لكن إن أنا شوفها في قنوات من المفترض إن هي قنوات محايدة. وإن هي بتتكلم على الجميع. هو قضية. الشخص اللي احنا عارفين. قضيته ايه. نفس افهم. يعني انت هدفك الأساسي. هو دا الموضوع الأساسي. يعني هل يا جماعة في حد من المسؤولين في النادي الأهلي. بعمنة شديدة. شيء غريب جدا والله. طلع اتكلم. قال والله الصفقات في نادي الزمالك. قصت فيها. وقريب كارتلون هو اللي جاب. وفلان قال. وقال الزمالك جاب صفقة فيها. أنا مستغرب والله. انت شغل نفسك بالنادي الأهلي ليه. أنا بكأن. لا. صارت فاجئتي برضو. واحد حاط خلاص. يعني انت قضيتك الأساسية. إنك انت لازم تعمل مشاكل نادي. هو خلاص حطي نفسه في الإطار ده. وبأمانة شديدة. وحنا عارفين يا أستاذ محمود. وتعلمنا منكم هذا الكلام. إن النادي الأهلي دايما هو اللي بيجيب. مستهدف. لا. وهو اللي بيجيب مشاهدة أكتر. وهو اللي بيجيب كذا. وهو اللي بيجيب كذا. ولكن. يعني مثلا. ما حدش تتكلم مثلا على قضية كريم بامبو مثلا. إن هو من شهر مايو. إن هو معروف إن هو خد أو يعني خد في الآخر. هو خد بالخطأ أو بالخطأ. أو بالدكتور ادي له حاجة. في الآخر. دي حاجة رسمية. من شهر خمسة. من شهر خمسة. من شهر خمسة. ولو حصلت في الآخر كان إيه اللي حصل. كان كابتن على إيه اللي. على إيه اللي تخبرة الناس. ربما في إسترن يعني. إنما ده فيه خمس لعيبة أجانب بفلوس قد كده. ما تسجلوش. دائف في. مثلا دائف في. تعشرين الدخاء. يطلع منه. شغل صحافة. أقله. عشر سنين قدام. بس ما فيش مردود. عشر سنين قدامه. يطلع منه خرطوش الشغل. ما يسمع بعض. بس ما فيش مردود في المشاهدة. مثل المثال اللي قاله. دي كلها. طبعا. يعني أهلي. مع كهرباء مع موسيماني. خد عندك يعني. يطلع خرطوش الشغل. اه. أيوة لكن. يعني في النهاية بس. يعني هو المشهد ما أنت لازم برده بقى فاهم. أنه هو ده الأهل. اه. أي حاجة بخص الأهلي. لازم بقى لها رد فاهم عشان جمهور. لكن. نعمل من الحب أبا وندور على حاجة. نعمل منها. أهم حاجة. كهرباء بأمانة في الفترة اللي فاتة دي. وعلى مدار الفترة الفاتة. يعني إيه. التخبيط بص. التخبيط ده مستوى نزل. ده مفيش. اه منشي وراح. ده ما عملش حاجة. ده اضحط بص. ده مشكلة مع مستر بيتسو. ده. عارف أنت إيه. حدودة حصلت في حوار. أنا كنت حابب إنه. ما يخرجش. المؤتمر الصحفي عن إطار كون المؤتمر الصحفي خاص بالمباراة. يعني إيه. على فكرة ده الطبيعي. وكان على مستر. وكان على مستر بيتسو. الناس بتحبوا. هو عنده رجل يعني خف الدم. برضو ما كانش هو يخرج برضو عن النفس. ويدخل في حوار. لأنه ما كان لك كلمة. سبحان مع مودعي عايزة مودريتور. عشان يقول للناس بنفضلوك. في طولة أفريقيا. اختلفت مع واحد. قال لي احنا بنقول دي ودي القوان. ما ديرش اتكلم. يعني بعد العمر ده. عشان عايزة أقول له. كلمة مختلف. جزائد بالماضي كذا. اللي من فضلك الحوار عن مباراة الجزائر. وجنوب أفريقيا التي انتهت. ولا قدر أقول له حاجة. طبعا. فأنا مش بتكلم ما ماشي حتى لو وجهة نظر مختلفة عن الموضوع أنا مش فارق معي الموضوع نفسي ولكن أنا فارق معي مفروض فيه منسق للموضوع لا لا آه طبعا بيتكلم بقيت كده تتعيبون لهم يا جماعة سنبها لاستيك ويتشن يعني أجنب روح لاستيك ويتشن طيب أنا بسأل يعني فبتكلم في أمر تاني طيب ما هو مش تلقى التصريحات من الكابتن سيد وتقالي أنه هو قعد وعمل وخلى الموضوع انتهى وما فيش كذا لماذا لم تبالور هذه التصريحات بالشكل اللي تبالورت به نعم في عامل إضافي معلش بص يا جابتن عزولك الجماهير تعود يا محبول أيوة الجماهير تعود الأهلي بعد كل الدولبات والكلام على الاحتراف ما فيش ديون ما فيش قروض ما فيش أي حاجة وماشي تماما المفروض الناس متعودة من التخبات الدنيا وبالتالي جمهور الأهلي الأكثر تنظيم الأكثر قدرة على التواجد في المدرجات يدي له واحدة جامدة لا ده مش واحدة جامدة لا ده انت على فكرة مع كامل احترامي لا أنا بعض الحين بأشعر أنه فيه شيء ممنهج أيوة لا فيه شيء ممنهج ضد الأهلي بصورة أو بأخرى وبييتم يعني عزهولك ايه ده عليه أبديت كلهما هل من يعني هل وصلنا من مرحلة أننا في مجلس النواب مثلا نناقش قفش كبال في لجنة الشباب يعني مع كامل احترامي القضية تطوير الكورة والبحث على المتاع ولا قضية هي أنك تتدور وتناقش قضية في حد ذاتها أنك انت طيب هتطبق مركز التسويق والتحكيم اللي خد قرار باعتبار الآلفي مثلا مسابة تسعة وتسعيد للغد اللي هي تاهت تاهت وراحت بحد يشعر فيه ما دي بس هو فيك كاس هيكمل أنا بكلم ما سواء نبقى لأ على فكرة منتظر تطبيق وإن التحاد الكورة يطبق قرار تسعة وتسعيد يعني إيه إنه يصل الأمر إنه يتم نقاش هذا الأمر اللي هو اتحاد الكورة الجاة الرسمية قالت لك لأ أنا جاة مفاصلة طيب يا جماعة ما احنا قلنا قبل كده أنه التسويق المركز ده بوجب القانون البصري أستاذ محمود أنا بس عايز أتسألكوا سؤال تاني بموصلة الحضراتكم بتقولوه تعارفين حضراتكم أننا عندنا بطول الدولة أبطال أفريقيا للكورة النسائية يوم الجمعة اللي جاي اللي افتتاح بتاعها مين اللي جاي جاي فاطمة صمورة الأمين العام للاتحاد الدولي منتصبها الجديد منتصبها الجديد يعني ورئيس الاتحاد الأفريقي تور متسبي متسبي ومعمولين أمتى اللي افتتاح معمول أمتى اللي افتتاح معمول يوم ماتش أهلي وزمالك أنت متخيل الوضع اللي احنا فيه ده الخطأ هنا توقيت غريب جدا يا جماعة دول حبل بشوالدسين يا جماعة والله إصحاب البش مهندسين وبالتالي أم يقابلوهم في الفندوق القريب من خمسة شارع الجبلية واستضافات ويروحوا مع بعض المتشار بسؤولة برضو أنت هنا بتتكلم على بلد مش بتتكلم على ده أول مرة تحدث في التاريخ أنه يبقى فيه تنظيم لمثل هذه البطولة وجاي ناس أنا اللي بنظم أنا كاتحاد أنا اللي بنظم طب ما أنا خلي المتش ده يا سابتي يا خميس مش هتفرق على فكرة والاتحاد الأفريقيا حيستجيب مية في المية أتصور أنه ده هيحصل هيحصل إمتى ده ماتش جمعة اللي جاي أعلانه اللي هم تشفتاح خلاص أتمنى أنه ده يحصل شيء غريب جدا أنه يحصل تضارب بالشكل ده أول الله يعني لا تنصيكم على التحد الأفريقي ولا تنصيكم على التحد المصري ولا الرابطة اللي محدد البطولة الاتحاد واللي محدد معاد ماتش الأهل والزمال الربط لازم يديها واحدة أم جمال لازم يلعبوا على بعض يعني وذور الاتحاد الأفريقيا فيه بقى ليه بقى عايز الرد اللي هيحصل دول ناس أسكية عشان ما تشقل في زمانك نخفف اللودة عن الشعب إيه ده أها يا عم أنت تسمع حاجات غريبة والله ما أنزل الله بيها من سلطان يا جماعة الناس خلاص الناس يا جماعة بتعمل النهاردة طلب شوق غريب موقوف التعاقد بتاعه بموجب أن الأولمبيات اتناقشت مع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة أنه عشرين شهر على أول مباراة لابد من تجميد التعاقد ده وأعادت بحثه لأن الأولمبيات يعني الدولة بترسل حتى لو كرة قادر تمام فهيطلب أنه يتعامل بسرعة جدا في سبع نوفمبر مع عسكر المنتخب الأولمبي اللي ما عندوش حاجة عشرين شهر وعادي جدا استعدادا لتفعيل العقد لتفعيل العقد لكن حاجة تانية برضو أنا برضو برجع ألف ودور على نفس الأمر أنا أعمل افتتاع بطولة يوماتش أهلي وزمالك لا طبعا ما نفعش طبعا ما نفعش لا يعني حال أنا ممكن لا بجد والله أنا يمكن يبقى في وجهات نظر مختلفة لا لا ما نفعش طبعا ده حدث كابتل الإسلام يعني حدث مباراة القمة دي حدث أمني وحدث جماهيري وإعلامي حتى على مستوى مش المحلي بس على مستوى القاري يعني والعربي فده حدث مستهل مستوى الأفريقية يعني ما سحمش بقى أي شيء يعني رغم أن فيه أنا مرض ومستغرب أن فيه أربع ثلاث ماتشات في النفس اليوم مع ماتش الأهل والزمالك وده شيء ممكن نتجاوز إنما بطولة أفريقية لأول مرة ننظمها مفروض نديها حقا في أفريقيا نديها حقا من استمام من جماهير ونديها حقا من أتمام إزاي يعني تخش على بعضها كده ولا على فترة في مصلحة البطولة ماتش الأهل والزمالك النفس تشوف أيوة أنا لو جيت سألت أي لو واحد ماشي في الشارع كده وسألت أنت هتعمل يوم الجمعة تلاقي الناس مزبطة أي يومها قلني حقا على ماتش أهل والزمالك وعلينا حاجة جديدة احنا عايزين نشوفها الزبط يعني البطولة أفريقية النسائية ليه ليه نحط نفسينا في الموقف ده عايزين نعرف عايزين نعرف عايزين نعرف بالزبط بالزبط كده بقى وربنا يعني يتوب علينا من الكلام ده الموضوع واضح أنت بتقول للجهات الدولية قادي التدخلات حصلة هاي شوفت عشان هم قالوا البطولة تتعمل يوم ماتش ديربي قادي اللي أنتوا عتسبوا لهم إزاي يعملوا اتحاد كورة في جامعة ممي منين في مسؤولين كوزير الشباب ورياضة ممثل الدولة المصرية منين شايفين بيعملوا فينا ايه حتى دي مش عارفين يرتبوا هو الخواجات ها كانت إسلام هم معنا في المطبخ هنا ده اللي بيوصل لهم ما انت قلت صامورة جاية ها 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 كن صبورة شوية وانت تقول لحال طيب ممكن نكون صبورين ونطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ممكن ما نلاقيش أيدي كارت بالبطولة ما داما قلنا كده طيب هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع للكارت أهلا وسهلا بحضراتكم مرأة أخرى عزيزي المشاهدين يوم الجمعة القادم إن شاء الله مباراة الأهلي والزمالكة أصوص جمال ايه رأيك بعد كل اللعنة والنادة ده كفاية لا طبعا هي مباراة طبعا مهمة جدا مباراة ترد على حاجات كتير بالتالي يعني فيه كلام كتير بيتردد عن الفرق والمستوى فيه حالة من الثقة المبالغ فيها في الجانب الآخر أو المنافس أعتقد أن الرد لازم يبقى في الملعب المباراة طبعا مهمة جدا لأن هي استمرار لتفوق النالة الأهلي يعني الفوز في هذه المباراة مهم جدا 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 لأنه حيدي ثقة لمسيماني ثقة شخصية لأنه كان واضح برضو على ضوء الكلام اللي احنا قلناه أنه هو متأثر قوي بالكلام اللي بيتقال يعني هو بقاله فترة الحقيقة المسيماني شغل دماغه من دودانه هو لازم برضو شغل دماغه هو طبيعي بس هو شغل دماغه قوي ويمكن ظروف يعني المباراة بتاعت الإسماعيلي القالي قدم عرض رائع في هذه المباراة وتقلق بجميع الصفقات الجديدة نزلوا كلهم قدوا عرض قوي جدا والناس وهو بس مستر موسيماني مش قادر يعني يستوعب قصة إن النادي الأهلي مش مطلوب منه إن هو يكسب ماتشين ثلاثة ويريح الأهلي موضغم يعني أنا بعض ظروف هو يقول لك مثلا البرازيليا بتخسر ألمانيا بتخسر دول يخسروا إحنا مناش دعوة إحنا عاوزين النادي الأهلي كل ماتشاتو تبقى بنفس القوة بس هو برضو يعني لازم ياخد على الأجواء دي طبعا ياخد وقته أنا معيك في هذا النقطة بس هو في نفس الوقت ما هو موسيماني ده هو اللي عمل التشكيل بتاعت مباراة يوم الإسماعيل ونسك ونسك أبت وأشهدت وبالتالي آه يعني أنا بشوف إن الراجل ماشي بشكل جيد جدا جدا لما تجي تحسبها ولما تجي تبصها من كل الطرق هتلاقي بانتجاه واحد فقط خلينا نتكلم أرقام أرقام ما فيش كلام إنت الناس معتقدة أنك هتقدي كل الماتشات برتمه واحد يعني هتكسر الدنيا يعني إيه الناس يعني ما شافت اللي حصل في ماتش إسماعيل اعتقدت إنه بس ده شيء طبيعي أنا بكلمك ما طبيعي جدا إن الجمهور رد فيهم كمان الجمهور اتغير يا كابتن ومش الجمهور كل حاجة اتغير مش الجمهور بتاعزمان اللي هو عنده هنا صحيح لأ دلوقتي شايف إنه إيه إحنا عندنا مشكلة بنطلع فوق قوي عيوة ونخبط فوق يا جماعة طب الراحة يعني لسه المسألة لسه 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 سبعين وهنا في القاهرة وتأسمتين وابتاعوا الإعداد بيأخذوا سبعين وثلاثة وفي أخذ شهر ومباريات وخمس ست مباراة على دو لكن أعوز أقول لك مباراة الزمالك مباراة عاوزة إعداد نفسي بالدرجة الأولى لازم إعداد نفسي لأنه ما يتعرض له لعبة الأهلي على مدار البرامج اللي نحن ما هو المقدار والتقييم هل هو النتائج ولا الكلام يا سلطان هل هو النتائج هل هو النتائج أنا أعوز أقول لك مثل هذه الأمور والكلام اللي يتقال ده لازم لعبت الأهلي يشوفوه أي يعني إيه لما يتم الكلام لازم أورديك إزاي أن أنا أعد لعبتي نفسيا لازم تروري الملعب الرد يكون في الملعب ودايما هذا هو قانون الأهلي الرد في الملعب ليس بالكلام بالزبط خلاص لو أنا أخدت نفسي وراء الكلام والتصريحات وشغلت أنا أخد إزاي قدرة الجهاز الإداري وعراسه كابتن سادة أبو حفيظ مدير الكورة المسلمين يعتقد عنده ما يملك مقدرة أنه بأمانة شديدة هو من المدربين الذين يجيدون قراءة المباراة الكبرى يعني المواجهات الكبيرة جدا يعرف يعدلها كويس جدا التوفيق أنا أتمنى التوفيق كون حديث الأهلي في المباراة لعبت كون عارفين قيمة نفسيهم أولا وإيمان حقيقي بناديهم وأن هما خلاص بطلات اللي حصلت الموسم الماضي خلاص يا جماعة شكرا لحب تبدأ صفحة جديدة صفحة أول صدر فيها الدعم المعنوي أنك تتحقق عن منافس التقليدي بتاعك فوز مهم جدا قبل فتر التواقم من النحاء نفسي بيديك دفع تلات نقاط بستة نقاط مش تلات نقاط بس هي طبعا تلات نقاط اللي هي قيمة نفسية معنوية زهبية 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 لأن إحنا في بداية الموسم ومحتاج قوة دفع عالية جدا لمواصلة الانتصالات و نتيجة المباراة تفتح نفس لعبة الأهلي على تقديم موسم جيد وما فوش استزالات كثيرة المطلوب يعني إحساس بمسؤولية المباراة وقد ده جمهير الأهلي متعطشة أن هي تشوف ماتش كويس ونتيجة إيجابية فطبعا ده يعني زه ما قال سيد محمود أعداد نفسي في الدرجة الأولى يعني فبالتالي يعني أنا شايف أن فرصة الأهلي في المباراة دي إيجابية جدا يعني إن شاء الله ليه لأن واضح أن الطرف الآخر بيجهز بطريقة بيلعب بزكاء كارتلون بيلعب بنفس طريقة مسلمان اللي كان بيعملها معنا يعني الأهلي أكثر استعدادا وده طبعا أنت زمالك وده أهلي يعني إحنا منقول مباراة قيمة يعني أنت قيمة والأهلي قيمة فبالتالي يعني مثل هذا الكلام مش هيخش على لعبة الأهلي لازم يكون فاطنين جدا لما الطرف الآخر كلام أديم بس هو مطروح هو مطروح فبالتالي يعني رحمة الله أنا شايف أن فرصة الأهلي أن يقدم براءة كبيرة موجودة عنده أوراق كثيرة وعنده حماسة من جميع من جميع اللاعبية أن هم يكونوا يعني في وضع أسبق من يعني من كل الفرقة الأخرى في حاجة حصلت أن طلقة الدورة ضاعت الموسم ده يعني نقطة وعلامة أن أنت مطلوب منك أكبر دافع يعني أنت حق أكبر يعني فوز يعني مهم جدا في هذه المباراة لبداية الانطلاقات أخرى والوصول إلى استعادة لقب الدورة بمشير الله في نهاية الموسم وإن طبعا نشاهل بعيد شوية لما لازم ده بيركم من هذه الموسم إن شاء الله كابتر إسلام جمهور الأهل اللي بيحب لعبته وتحبه وتحترم جمهورها للأمانة يعني مع مكينة عمل دايرة سيد عبد الحفيز بدون ألقاب والذين معه الحقيقة أو إقدارة النادي واللي موفرها هم عليهم أن يجلبوا للجماهير ما تستحقوا من فرحة ومن طمأنينة لأنه ما شاء الله كواليتي وإسم أي التانية عبدالي نعم معروس من ثالث والمطلوب مفيش أصلا منافسة في الكورة إلا إذنتم اللي فرطته ككورة لكن جمهوركو يستحق منكم الحقيقة الوقفة بحاجة وقفة مسؤولينكو وجمهوركو ردوا الجمهور لأهل الطمأنينة والفرحة عشان الكلام دا يتبطل وعشان ما حدش يطلع يقول ما تقول ليش أن أحسن لعيبة والنالي قال إيه وأنا أعتقد أن الكابتن إسلام بيمس الجيل أعتقد في موسم من المواسم أنتم جمعتوا كتيم عشان كان مطلوب منكم رد من النوع دا متهيق لي لا مش خسارة أن أن ترد على الكلام يعني يعني عشان خسرت على استفزازات عظمى وتقال وقتها لا اسأل وقتها أن الرد في الملعب أصلي وقد حدث وقد حدث بس أنا مش سعفاني يعني ذاكرة التاريخ بالنص يعني وده المطلوب أنا متأكد أنه إذا أراد موسيماني تكتيكيا هيفعلها نجوم الأهل الحقيقة بكابتن التيم بما تؤدي الإدارة وإدارة الكرة والكابتسيد الحقيقة لا هم على أهبة الاستعداد الموضوع لا يحتمل أصلا للتأجيل للدور التاني ولا حتى للإسبوع الخامس هذا مفترك طريق في حق جمهور الأهلي على نجوم تحديدا الكرة في ملعب نجوم الفريق مصرحة الفريق بعد مانا شديدة نجوم شوية من أداء قدام البنك رغم الجهد الكبير يتبذل في الشوت الثاني جهد بدني الفريق ينهي بالواقف على رجله الشوت الثاني ده برضو حاجة كويسة جدا على فكرة دايما مباريات الأهلي والزمالك المباريات اللي قبلها على طول دايما بيبقى فيها نوع من أنا كلاعب يعني أنا نوع من هو أنا عايز أكسب المتش ده وخلص عشان أفكر في اللي جاي أنا معاك أنا مش أختلف معاك بس أنا بقول لك أنت دايما قبل المتش اللي ده مش عايز قولك أنت انشغلت قبل لا الوضع مش كده لكن إيه الناس الأهلوية يمكن أنا تابعة المباراة في النادي يعني رح تقرص رح تتفرج على المباراة في النادي وسط الجمهور عشان أشوف رد الفعل أن البنك وكأنه بدأ يتحول إلى عنده الناس يهب الناس بدأت يهب عقدة ولا إيه ده احنا تعمل تضيع وانا أنا بكلمك فرقة كويسة بأمان عملت ماتش كويس جدا لكن إصرارك على المكسب في حد ذاته وقتالك للحظة حتى اللحظة الأخيرة في حد ذاته يديك لا أنت وقف عليك ليه بيحتاج حاجات بسيطة كده يعني يتم تزبطها شواء تروتوش في الدفاع عديدا شواء تروتوش في الدفاع كده أعتقد أنه أنا شايف قناة رياضي بقول أن في قافة في دفاع الأهلي تحليل وعدم التحام المباشر خلي بالك برضو ما عليش أنا آسف 4-4-2 لما بتلعب 4-4-4-2 مش أحسن حاجة أن أنت تبقى مانتمان أو تندفع لا تحليق ده الجمهور لازم يفهم وأنا عارف لو ما فاهمين بجزء كبير دايما في 4-4 مش محتاج قوي لاندفاع يبقى في 2 قدامك وبتزبط نفسك ما بينهم علشان تقدر لكن طبعا فيه أوقات معينة زي ما حضرتك بتقول لازم ودي بتمسل خطورة كتير يعني يعني في أفريقيا يعني في عفوا يعني دي محتاجة يعني في لحظات معينة أننا ما أخلقش الفرصة للمنافس أنه يهدد مرمانة يعني يهدد مرمانة فبالتالي يعني التحليق ده بالبلد يعني ممنون حل عكورة يعني فبتدي فرصة معنوية للمنافس أنه يكمل الهجمة هو التراجع بس شوية بينما الجدية شوية وحتى مش اندفاع ولا حاجة الجدية شوية في التعامل مع هجمة المنافس دي مطلوبة يعني دي ملحوظة أنا رصيدة ومطلوبة أنها تصحح في بدأة المنبرات القمة لأن طبعا هو المفروض المفروض أنه أنت بعد ما بتحرز هدف أنا لاحظت حاجة غريبة جدا أنه بقى فيه تراجع شوية لأداء الأهلي فيه تراجع العكس تعرف في البنك الأهلي في مرات البنك الأهلي أنت بعد ما جبت جون كان فيه بعدها عشر دقائق ربق ساعة أنت كنت تقدر بالتاني والتالت بالرابعة المفروض أن أنت تستمر كده على طول لغاية ما تجيه أنا بقى بأشوف أنا وجهة نظري الحصر بقى شوية شوية تراجع أول كلام بقول لك عليه اللي أنت بتقول عليه هو دمست الليل على المدار تاريخه بالزبط الأهلي دايما لما بيجيب جون بيخلص بالتاني على طول فرصة على بكرة ولازم تلاحظ عليك بيعمل حاجة على مدار الفترات لو أنت تبعتها أقول لك هل الأهلي يأم يخطف هدف في أول مبارة يأم يجيب هدف ساعة عدن العصر عدن العصر لا أحدش شو أنا مكلمك مهو ماشي كنت دي عرف مش فكيرها وقت أحنا يعني كنا بنروح الماتشات أيام كانت الماتشات العصر بالزبط أيام ما كنا نتفرق في المكتب تلقى العصر ترجع يقول لك الأهلي سكر هذا عارف أنت يعني الشخصية البطل عدم الاستسلام القوة أنت دايما مثل الهلة فيه وروح الفلينة من فيه منه مش عدم استمع عليكم ما فيش كورة دال على مدار التاريخ وهو كده حلالك كنت بتقول في النادي الناس كانت مبسوطة أنحنا يعني اللعيبة بتلعب غاية دايما الأهلي كان بيحرز في ديئة ديئة أخير لكن احنا مش عاوزين الموضوع سيكتبع السيد جمال دي المرات تسعين دي كان عز الأهلوية بوقتها أن انت مكسر الأيبين والعرضة يعني ايه ومضيع عشرين جن من عرفات وكذا إنما الناس عايزة تتطمن زي ما انت قلت طبعا أنا عايزة تطمن من أول في السبب أيوة في طمقانة زمان اللي هو بن بدري الآله مخلص أنا عايز بلاس تسعين يبقى الهدف التالي أيوة يعني استمرارية الأحراز والضغط وأحراز الأحراز عموما نتمنى إن شاء الله نشوف مباراة جيدة تاليق بال أتمنى نشوف عمار حمد في الماتش الماتش الأهل والزمالك اللعيبة اللي هيكون لهم عمار بص بص على درجة حجر في روح الأهل يعني إيه لما نزل حتى في الجوزة عشر داي في ماتش إسماعيل وتام اللي يجري اللعب كويس شوفت الجمهور وبرضو الجمهور شايف وباص لعيب بلعب بقلب ما بيقفش دي برضو من الحاجات اللي اللي الأهل محتاجها حتى أنت وقع الراجل بريح ناس بيشوف ناس وأعتقد أنه عنده حاجة هيعملها أنا عندي ثقة يعني في ربنا سبحانه وتعالى وعنده ثقة في بيتسو إن شاء الله إنه يعمل حاجة كلنا ويستطيع أن نادي الأهلي أن يفوز بهذه المباراة وبتنسة نقاط إن شاء الله ثلاث نقاط غالية جدا في إن شاء الله في الدور العام المصري خلال 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 في الدور العام المصري خلال الفترة بشكركم شكرا جزيلا أستاذ جمال أستاذ محمود أستاذ سامي أستاذ أصور بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا ما تنسوش أن بكرا إن شاء الله ستبدأ قناة نادي الأهلي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أن يكون هناك برنامج انتخابي أو برنامج خاص بالعملية الانتخابية في النادي الأهلي بداية من بكرا إن شاء الله في تمام الساعة العشرة الأهلي ينتخب سيكون مع حضراتكم الأستاذ إبراهيم المنيسي وإن شاء الله تبدأ الانتخابات على شاشة قناة نادي الأهلي ويبدأ كل المرشحين عرض وجهة نظره من خلال شاشة قناة النادي الأهلي بداية من بكرا في هذا البرنامج وهذا البرنامج فقط هو من سيتكلم على الانتخابات الخاصة بالنادي الأهلي بكرا من الساعة عشر إلى الساعة داشر ونص حيكون معاكم الأستاذ إبراهيم المنيسي في الأهليانتخب أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله بيت الكبير بكرا أجازة بعد بكرا نرجع مع حضراتكم في معات جديد حنبدأ دايما مع حضراتكم أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأربع في تمام الساعة داشر أشكركم وشوفكم على خير